اشتركوا في القناة نذكر هاونا الأدلة الواضحة والحجج البئينة لأن من صرف التحاكم إلى الطاوت قد كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك به وآمن وآمن بالطاوت من ذلك قوله تعالى لم ترى إذن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يولدون أن يتحاكموا للطاوت وقد أمروا أن يكفروا به قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا من أوجه الإسدلال في هذه الآيان الله جل وعلا أضاف التحاكم إلى الطاوت وأمر بالكفر به قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به كما أن المولى تبارك وتعالى أضاف العبادة إلى الطاوت وأمر باجتنابه كما في آية الزمر قال تعالى والذين اشتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عما وفي آية النساء أضاف التحاكم إلى الطاوت وفي آية الزمر أضاف العبادة إلى الطاوت أن يعبدوها يعني الذين اشتنبوا عبادة الطاوت أن تفسيريه وفي آية النساء أمر بالكفر بالطاوت وفي آية ماذا الزمر أمر باجتنابه الطاوت وعلق على ذلك البشرى والفلاح في الدنيا وفي الآخرة والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذه الآية في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى بالظهور وهي كافية شافية لأهل التجرد والاتباع ولو اكتفينا بهذا الاستدلال ووقفناها هنا أكان شاء الله تعالى ذلك كافيا لأهل التوحيد والإيمان كذلك من أوجه الاستدلال أن الله جل وعلا سمى ادعاء المتحاكم الإيمان زعما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا والزعم في لغة العرب ما هو الخبر الكاذب فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويسيره زعما حقيقة له فمن زعم الإيمان ثم تحاكم فما ذا فإيمان أو دعواء للإيمان زعم وهو خبر كاذب كذلك من أوجه الاستدلال أن الله عز وجل قال وقد أمروا أن يكفروا به هذا يفسره قوله تعالى فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله يعني من تحاكم من الطاوت لم يكفر به وهو مؤمن به ومن لم يكفر بالطاوت لم يحق ماذا لم يحق الإيمان بالله ولم يستمسك بالعروة الوثقة فالله تبارك وتعالى أمرنا بالكفر بالطاوت وعلق عليه ماذا صحة الإسلام فلا يسلم أحد حتى يكفر بالطاوت فمن تحاكم إلى هذا الطاوت ورد النزاع إليه دل ذلك دل فعل أنه لم يكفر بالطاوت وهو مؤمن وهو مؤمن به كذلك من أوجه الاستدلال أن التحاكم للطاوت مما أمر به الشيطان كما في قوله ويريد الشيطان أن يظلهم ضلالا بعيد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أهديهم ثم جارك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فيه أن التحاكم إلى الطاوت هو مما يأمر به الشيطان ويزينه لأوليائه ومن أطاعه وفيها كذلك أن التحاكم إلى الطاوت من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأن الله تبغى لك وتعالى قد أكده بالمصدر هاهنا وكذلك نصف فاعله بالبعد عن سبيل الحق والهدى كذلك من أوجه الإستدلال أن الله سمى التحاكم إلى الطاوت بالضلال البعيد ولو يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا والضلال البعيد هو الضلال الشرك كما ورد في قول إتباعك أو تعالى أن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وهي ظاهرة في الإستدلال من تفسيره القرآن بالقرآن وهو أعلى درجاته التفسير كذلك مما يدل على أن التحاكم إلى الطاوت إيمان به وكفر بالله تبارك وتعالى وأنه صرف للعبادة إلى هذا الطاوت قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم قال المجاهد وغيره المراد بهذه الآية مما أو من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاوت وفيهم أنزلت وفيهم أنزلت نعم قال كذلك الضحان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قال إثما ويسلموا تسليما يقولوا يسلموا لقضائك وحكمك إذ عانا منهم بالطاعة ويقرارا لك بالنبوة تسليما قال البغوي ويسلموا تسليما أن ينقادوا لأمرك من قيادة من قيادة أوجهوا الاستدلال بالآية أن الله عز وجل سمى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع سماه إيمانا سماه إيمانا كما في قول إنما كان قول وكذلك يعني يدل عليه آية النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إذا الله ورسوله ليحكم بينه وأن يقول سمعنا وأعطعنا وأولئك هم المفلحون في آية النساء فلا وربك لا يؤمنون الله تبارك وتعالى أقسم بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات على نفي الإيمان حتى يكون المر محكما لله تبارك لله يكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع هذا قسم عظيم وتأكيد وثيق في من ترك التحاكم والتحكيم لكتاب الله تبارك وتعالى وأعرض عنه فكيف بمن حكم غير شرع الله تبارك وتعالى وألزم الناس بحكمه وتحاكمه إلى غير شرع المولى تبارك وتعالى كذلك من أوجه الاستدلال ها هنا نقول أن الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو رد لأمر الله وكفر به هذا الرد سواء من جهة الشك أو من جهة ترك القبول والتولي أو الامتناع والرد ونحو ذلك مما سابق معنا وهو كفر كما نقل عن إسحاق رهاوية إجماع العلماء على أن من دفع شيئا مما أنزله المولى تبارك وتعالى فقد كفر بالله ولو كان مقرا بما أنزل بما أنزل الله كذلك دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد النزاع إلى شرع الله تبارك وتعالى وانتفاء هذا الإيمان بماذا بالإعراض عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى قال نصر بن إبراهيم المقدسي فجعل عز وجل في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون أن من شرط الإيمان وصحة الإنقياد لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ودل على أن من خالفه قال ودل على أن من خالفه غير منقاد للحق وغير ثابت الإسلام غير منقاد للحق قال وغير ثابت الإسلام من الآيات كذلك في ذلك قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن من أوجه الإسدلال في هذه الآية أن الله أمر بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع ففيه دلالة على أن الرد عبادة أن الرد عبادة لله لا ينبغي صرفها لغ لله تبارك وتعالى قال مجاهد في قوله فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله يعني لكتابه وإلى رسوله يعني إلى سنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا روي عن أعطاء والسد وقتاد وميمون بن مهران وأبي سنان وغيرهم من السنة وحكي في ذلك أجمعا كما قال صاحب أضواء المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله وسلامه وهو رد لسنته ورد لسنته قال هو الرد إليه في حضوره في حياته وإلى سنته في ضيبته بعد ما ماته كذلك من أوجهه الاستدلال أن شرط الإيمان هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله في مال في مورد النزاع ولو دق ذلك ولو دق مورد النزاع وانتفاع الإيمان بانتفاعه أرد كما سبق تأصيله كذلك من الآيات قوله وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فمِنْ شَيْفَ فَحْكُمُهُ إِنَ اللَّهِ ذلكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُهُ وَإِليهِ أُونِيمٌ قال ابن عمر في حديثه قال وَمَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَ من شيء فَحْكُمُهُ إِنَ اللَّهُ قال فَوَيَحْكُمُ فيه قَد الحارث فالله يحكم فيه من أوجه الإستدلال بهذه الآية الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد النزاع الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد النزاع يدل على التحاكم عبادة إذ كل ما أمر الله به امتثاله لله عز وجل عبادة وصرفه لغير الله عز وجل شيركم في العبادة والله عز وجل أمر بماذا برد النزاع إليه وأمر بالتحاكم إليه وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إن الله أي إفراد الله يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم عند الخلاف قال الطبالي يقول تعالى ذكره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم فحكمه إلى الله يقول فإن الله الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم وقال المقاتل إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم فنزلت والاعتبار كما قال بعض أهل التفاسر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويمكن أن يقال أن معنى حكمه إلى الله أنه مردود إلى كتابه فإنه قد اجتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله ومثل وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كذلك من أوجه الإستلال في قوله تعالى ذلكم الله وربي دلالة على ماذا على اختصاص الله تبارك وتعالى بالحكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكم من الله ذلكم الله وربي فاختصاص الله عز وجل بالحكم كما سبق معنا ومن رضوبيته جل وعلا على خلقه والشرك في الحكم هو شرك ماذا في رضوبية الله تبارك وتعالى كما سبق بهانه قال البغوي ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلته وإليه وإليه أنيم هذا بعض الأدلة ومن نظر في كتاب الله تبارك وتعالى فيوقن بأن التحاكم هو عبادة لله تبارك وتعالى ومن صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به وآمن بالطاوت فكل من تحاكم إلى الطواغية الحاكمين بغير ما أنزل الله في هذا الزمان وفي كل زمان إن فقد كفر بالله تبارك وتعالى وهذا التحاكم كما سبق معنى هو بعمومه سواء تحاكم إليه في صغار الأمور أو في كبيرها ولو كان التحاكم في عود أراك أو ما فوقه وسواء سسموا هذا التحاكم صلحا أو سموه عرفا أو كان في جد أو كان في لعب فهو تحاكم ومن صرفه إلى هؤلاء الطوارد فقد صرف الحكم ورد النزاع لغير الله تبارك وتعالى وهو مشرك كافر من الله تعالى كما صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر